بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة السهل أهلا بكم أكد رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي أن المؤامرات والخيالات التي رافقت عملية الانقلاب موثقة بالصوت والصورة جاء ذلك في تغريدة لليدومي على تويتر في الذكرى السادسة لانقلاب ميليشيا الحوثي واجتياحها العاصمة صنعاء وقال اليدومي في تغريدته في ذكرى النكبة يجب أن نتذكر أن كل ما حدث من تآمر وخيالات قبل وأثناء وبعد موثق بالصوت والصورة وأضاف بأن التاريخ لا يرحم قال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق للمفاوض ماجد فضائل لنقاشات إيجابية جرت في محادثات تبادل الأسرة المنعقدة حاليا في سويسرا وذكر فضائل في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إنه تم تبادل الكشفات من أجل الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل تبادل ألف واربعمائة وعشرين شخصا وأضافا النقاشات المستمرة وإذا تم التوافق الكل فسيتم التنفيذ فورا وبالتوازد يتم الانتقال إلى المراحل التالية أعلنت الشركة اليمنية للهاتف النقال سبافون تدشين خدماتها الآمنة للاتصالات بالهاتف النقال في المناطق المحررة من العاصمة المؤقتة عدن عبر شبكة اتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات الحوثية الإقلابية في صنعاء وقالت الشركة في بيان إنها ستسهل انطلاقتها بالخدمات الأساسية مع السمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات للاستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولا إلى تقانية الجيل الرابع والخامس وأوضح البيان أن الشركة واجهت الكثير من المصاعب والعوائق نتيجة سيطرة ميليشيات الحوثي على مقرها بصنعاء حذرت الأمم المتحدة من أن السمرار إغلاق ميليشيات الحوثي لمطال صنعاء الدولي يعيق وصول المساعدات الدوائية والعملين في مجال الإغاثة باليمن جاء ذلك في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة قال فيه إن الوكالات الإنسانية ترفع من مستوى الاستجابة ومع ذلك فإن تعليق عمل مطال صنعاء أضاف تحديا إضافيا أمام الوصول الإنساني وأشر إلى أنه منذ التاسع من سبتمبر الجاري تم تأجيل وصول 207 أطنان من مواد الاستجابة لكوفيد-19 وعدد من العاملين في مجال الإغاثة أعلن مدير عام ميناء الوديعة البري مطلقة الصيعرية اليوم البدء في سماح المسافرين اليمنين بإجراءات الدخول عبر الميناء إلى السعودية وفق ضوابط واشتراطات صحية معينة وأضح الصيعري في تصريح لوكالة السبع الأنباء نسمح بإجراءات الدخول يأتي بعد إشعال المنفذ السعودي بأن من لديه تأشيرة تخوله بالدخول للمملكة يسمح له بالعبور بعد عمل فحص البي سي آر وثبوت خلوه من فيروس كورونا وفي مدة زمنية لا تزيد عن 48 ساعة من الفحص عند وصوله المنفذ السعودي وأهب الصيعري بالمسافرين الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية المذكورة قبل وصولهم إلى منفذ الوديعة أعلن مشروع بسام لنزع الألغام في اليمن عن انتزاع أكثر من 1400 لغم جديد خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليتجاوز إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 186 ألف لغم معبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة زراعة للشيات الحوثية انتهى الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة